من الرياض مسى الخير إلى جميع المشاهدين في العالم التقيت بالمرة الأولى منذ ما يقارب الخمسة سنوات في العاصمة الفرنسية حيث تحدثنا عن رحلة طويلة اكتنزت تجارب ومراحل ونقاط تحول عز نظيرها كيف يمكن اختصار أكثر من خمسين عاما من عمر أمير لم يشأ مرور الكرام على هذه الدنيا بل سعى إلى استثمار كل ما أغدق الله عليه وأنعم لخدمة الوطن والإنسان والمجتمع فضلا عن معتقدات شخصية وتموحات خاصة اليوم أعود وألتقيه في المملكة بين كتبه وملفاته ومشاريعه كما بين صوره العتيقة وذكرياته قال فولتير إنني أخالفكم في الرأي ولكنني أستميت في سبيل أن تقولوا رأيكم بصراحة الصراحة علوان عريض وحالة نادرة في عالمنا العربي غير أن ضيفنا العزيز في هذه الليلة شذع من القاعدة وجعل من الصراحة مرادفا لأحاديفه التي أحدثت ثورات وانقلابات في الرأي العام مدوية كالقنابل صديق للصحافيين هو كل لقاء معه جديد يمزج بين الجرأة والواقعية والرؤية المستقبلية الليلة والمنطقة في حالة غليان نعود ونحاوره ونفتتح معه الحلقة الأولى من برنامج وراء الوجوه على شاشة المستقبل الأرضية والفضائية صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز مساء الخير يهلا بك أهلا وشاهد يسعدني أن أعود وألتقي بشخصكم الكريم هنا في المملكة داركم سمو الأمير الحقيقة السؤال الأول اللي بتبدأ لذهني لماذا الصحفيين الأجانب ومع المحورة من الأمراء والحكام العرب يكونون في غاية الارتياح نظرا للتساهل الذي يظهره هؤلاء الحكام والأمراء بينما الصحفيين العرب يحتسبون كل سؤال أو يتحسبون كل سؤال ويختارون كلمات بعناية فائقة بتأنن ويهابون أو يخافون ويتجنبون إثارة غضب الحكام والأمراء لماذا هذا التباين؟ أنا أعتقد هناك شيء مشترك بين المسؤول العربي والصحفي العربي اللي هو الخوف والحذر فتجدوا عندما يوجه له سؤال ينتظر السائل من هذا الذي يوجه للسؤال أن يوجهه بشفافية وصراحة ولكن لأنه حذرا ويخليم عليه شيء من الخوف تجده يرتبك أو لا يعطي ذلك الجواب السريم وصريح على هذا السؤال الذي يوجه له من قبل الصحفي العربي الصحفي الغربي أصله لا يقدم على توجيه سؤالات معينة لذلك المسؤول العربي سواء مسؤول في الدولة أو مسؤول في المجتمع المدني أو غيرها من القطاعات إلا وهو حريص على أن يأخذ الجواب الصريح منه وأن لا يتركه يتركه ولا يهتم حتى بنشره إنما لربما ينشر أمورا لم ترد أثناء هذا الحديث عن بلده أو عن ظروفه الخاصة فإذا هو الحذر والخوف الذي يخيم على السائل إذا كان إعلاميا أو المسؤول الذي توجه لمثل هذه الأسئلات هذا هو الفرق بين هذا وجهك بأتقادكم كيف سيكون لقاء هذه الأمسية هل سأستطيع ترحل الأسئلة التي ستباقي أنا أعتقد هذا عائد إليكم لأنه نحن الحمد لله وعرف عنا أن عندما توجه لدينا سؤالات مهما كانت هذه السؤالات صعبة أو أنها محرجة فنحن دائما نجاوب عليها بشفافية وحتى أن يكون المشاهد أيضا مرتاحا لك ولي وإلا إيه الفائدة من هذه المقابلات لا أتأكد أني أنا سأكون إن شاء الله مجاوب معك بكل هذه الأسئلة بتأمن عليك رحاب المقدم أنا ذكرت كلمة صراحة مثل ما انتبهت سمو الأمير وكلمة صراحة هي دائما مرادفة لأحاديثكم الصحفية سمو الأمير في القرن الواحد والعشرين عصر العولمة ماذا يعني لقب الأمير؟ ما هو مفهومكم للإمارة؟ من هو الأمير؟ ما هو دور الأمير؟ وهل تغير عما كان عليه سابقا؟ طبعا الأدوار تغيرت تتغير من وقت إلى حركة التاريخ في مسيرة لا تتوقف إن معين أن ندرك هذه الحركة التي عرفت بحركة التاريخ وأن نساير الأحداث وأن ندرك أن قطار الحياة سريع وأنه إذا لم تغتنم الفرصة وتلحق لركوب هذا القطار فإنه سوف يفوتك ويمر على شعوب ودول تقدر الراحة في هذا القطار والسرعة الفائق له فتغتنم الفرصة وتركبه وترك أنت المجهول مهملا مهملا فلهذا أنا أعتقد أن هذا التطول اللي حدث في العالم ونحن نجوز من العالم جعلت الإنسان يتكيف كثيرا مع هذه الظروف الدولية والإقليمية وخاصة العربية ويتحول إلى مثل الفاكهة كيف تندج كيف تندج ويمكن الإقبال عليها وإستعمالها أكلها الفاكهة عندما بأنواعها المختلفة غذاء وعند النتوجية أن تهافت عليها من الفيتامينات التي هي تعتبر صحية للبشر وينصح بها الأطباء عوضا عن الأدوية الكيموية فلهذا الحياة هي وتلك العوامل التي مرت بها هي في واقع مثل الفاكهة الناطجة فنحن المفروض نكون ناطجين ونظرنا وندرك ظروف الحياة وأبعاد هذه الحياة أكثر من أول أكثر من 30 و40 و50 سنة لأن ظروف ذلك الوقت تتلف عن ظروف حضرنا اليوم فهذه هي الحقيقة استرادا سمو الأمير وبغض النظر عن الثقافة والتقاليد والتاريخ واللغة ما هي أوجه التشابه والنقاط الاختلاف بين أمراء الغرب وأمراء الصحراء العربية لا أشوف هناك ربو في بيئة حضرية أنت عارف الحضارة الغربية بدأت منذ حوالي 500 سنة لا تسألني عن الحضارة العربية الإسلامية القديمة شوفني ما سألت هذا موضوع ثاني لأنه للأسف هذه الحضارة الإسلامية الغربية التي وجدت في الأيام العباشيين أو الأندلس في أسبانيا اندسرت اندسرت ما بقى منها الأثار موجودة في الكتب ولكن في الإنساء العربي اندسرت حل محلها حضارة غربية فهؤلاء الفئة من الأمراء والعائل المالكة نبتت وربت في جو حضاري فلذلك تجد الفرق بيننا وبينهم حتى في السلوك اليومي يختلف اختلفا جذريا وهذا ليس ذنب الإنسان الفرد هذا ولكن ذنب الجو العام الجو الذي ولد فيه وترعرع ونمى وتعلم في معاهدهم العلمية من ندارة وجامعات وتخرج منها مدركا لأبعاد هذه الحضارة اما نحن في العالم العربي لا في العالم العربي جانا من الأمور التي حرفنا كثيرا مثلا العهد التركي العهد التركي حاصرنا واحتلنا حوالي 400-500 سنة كانت هي من عصور الانحطاط في العالم العربي لم ينشي مدرسة ولم ينشي مشتشفى ولم يترك حضارة لأنه هو في اسطنبول كان متخلف كان عنده هو القوة العسكرية لأنه ايش همية المواطن العثمانية هي الفتوحات الفتوحات يعني اوفقوا بهذه القوة العسكرية وتنما مع ذلك لم يتركوا شيء لا في الحريات ولا في الديمقراطية ولا الأثر الحضاري الممثلا كما ذكرت في نبت الحضارة اللي هو المدارس ولم يتركوا عندنا كذا وبعد ذلك جاءنا الاستعمال الغربي الاستعمال الغربي وأيضا أنهك الأمة العربية فيما يختص بمطامعه الذاتية لأنه للأسف الاستعمال الغربي لما تسألهم بيقولك نحن في ذلك الوقت يقولك احنا استعملنا هذه الدول متخلفة عشان ننميها هذا غير صحيح نعم هم تركوا بعض مخلفاتهم تركوا بعض جامعات تركوا بعض متشفيات وطرق إنما تخدمهم هما تخدمهم يعني مثلا عندك الجامعة الأمريكية في لبنان وجدت أذناء الاستعمار الفرنسي مع اليسوعية في مصر مثلا في مداره جامعات أمريكية وغيرها وجدت أيام الاستعمار لكن كأستعمار أنهك هذه الشعوب بمطالبه الذاتية التي تخدم أدافه ومطامعه فالأمة العربية نتكلم عن العامة والعاية الملكية هو العاية الملكية جزء من الشعوب من إفرازات الشعوب فلذلك تجدهم يختلف جذريا وجوهريا عن أولئك الموجود في أمريك هذه الأسباب التي ذكرتها تعقيبا على إيجابتكم سمو الأمير هل أحفاد الملك عبدالعزيز يختلفون عن أبناء الملك عبدالعزيز وهذا الاختلاف طبعا هناك اختلاف هل هو في جوهر والعمق أم في الظاهر وفي الشكل شوف يا شيدي أنا ديك مثال أنا طرحت في الإعلام المرئي والمكتوب أنه حرك أولادنا لأنه في النظام الأساسي اللي هو الدستور اللي هو دع من قبل الملك فهد بن عبدالعزيز سنة 92 ذكر أنه الملك في أبناء عبدالعزيز وأبناء أبنائه فنحن طرحنا الآتي بأنه من الآن تحت الشيوخ العائلة كبار العائلة لماذا لا نبادر بتائية هذا الجيل تحت إشراف الكبار حتى أنه لما يأتي وحين الوقت هم اللي حيتولوا الملك والحكم فلهذا السبب نعتقد أنه إذا كان هم أفضل منا فنحن نقول يا أهلا وسهلا أولادنا أفضل منا وليسوا ربا عنا ولكن إلى هذه اللحظة نجد أكثرية الشعب السعودي متمسكا بشيوخه بأبناء عبد العزيز إلى الآن فنحن نريك أن نحدد كالأمر أن نحدد كالأمر حتى أن يكونوا هم فيهم الأيام جاهزين لتولي جمام الأمور فإذن ليس هناك من مشكلة أن يكون ابني أفضل مني إطلاقا بين هؤلاء الأحفاد برزبكم الوليد بن طلال الذي دخل عالم الأعمال من الباب العريض من خلال الأليل الأكثر حداثة والحقل الأكثر صعوبة يعني هنا الحقل المصرفي والسيتي بانك في السوق الأكثر تنافس والأكثر ضلاوي نيويورك حقيقة كيف انطلق الوليد بن طلال وهل ساعدتموه شخصيا لا أبدا نومدر هي هو شاطر يعني هو من يومه صغير وعنده الكاركوليتر هذه الحاسبة ها الحاسبة يحسب يحسب القرش والدولار والريال فكان مهتم مهتم بهذا الأمور إلى درجة أنه كان يشغل نفسه حتى في الأمور الصغيرة المالية من صغره فانطلق انطلق بنقص مال كان أظنني مئة أب دولار فدخل في مثل هذه العمليات ونقل وضعف وضعف طبعا وبعده هلأ بيحسب الدولار لا أمورة الأمور الآن بدل ما كان بالريالات أصبحت بالمبالغ الضحمة صاحب السمو بيعلمنا الشرق والعربي غالبا ما يتمثل الإبن البكر بوالده وغالبا ما الوالد بيحضر ابنه وبهيئه حتى يكون سورة عنه وحتى يكون واجهة العيلة إلى أي درجة الوليد بيشبه الأمير طلال لا هذه شؤال لا أستطيع أن أجاوب ليس أسأل الناس لازم تسأل الناس ما هي أولادي ماذا أخذوا من أبوهم لكن طبعا أنا لأصد بولد بميز بلحظ أنا عنده عنده أولاد وكلهم عنده سواسية أبو فضل بين هذا وزاك كلهم سواسية نحن أعلمناهم الآتي أن يكونوا طايعين ربهم ومؤمنين بالقيم الأساسية الدينية والدنيوية ومنها الأسس اللي هي لا تكذب ولا تسرق ولا تخالف الأنظمة والقوانين إذا شفت نظاما أو قانون هذا مبدأ أنا هذا جائرا طالب بتعديله لكن مدام قائم يجب أن تطيعه الأمير طلال بن عبد العزيز جمع بمسيرته تنقضات عديدة شرقي وغربي منفتح ومنغلق جريء وديبلوماسي مهادن ومهاجم متحرر وتقليدي معارض وموالي وغير من الأضاد الحقيقة هذه الملامح المتناقضة جعلت منكم صاحب السمو شخصية مثيرة للجدل وخلقت نوع من اللغط حول شخصكم الكريم كيف تعيشتم مع هذه الأضاد أولا أنت بسميتها أمور متناقضة أنا لا أسميها متكاملة وليش متناقضة؟ بالعكس القديم مع الحديث التقاليد الصحيحة ليش الذخيلة والتي تنفع مثلا البلاد وتنفع البشر نمججها بالأمور الحديثة هذه ليش التناقض ولكنه تكامل بين القديم وبين الحديث لكن البعض الناس الرافضين لكل جديد الرافضين لكل أفكار تخالب أفكارهم يعني تظهر أنه هذا الإنسان متناقض فأنا جوابي علي أنه هذا غير صحيح لأنه والشيء الوحيد الذي يوصلنا لهذه الحقيقة هو الحوار يعني لما يعرضك فلان في رأيك لا يقول أنت متناقض يقول أريد أن أحاورك أما تقنعني أو أقنعك ولكن لا تكون معارضا من أجل معارضة فقط ولكن من أجل الصحة العام وأن توافق وأن تكون موالي أيضا من أجل الصحة العام فلذلك الحوار هو وحده بين أصحاب هذه الأفكار القديمة أو الحديثة أو أولئك الناشي التقليديين المحافظين يجب أن يطرح على الطاولة ويطرح للنقاش التاريخ يعيد نفسه والوليد بن طلال يخلق لخطا حول شخصه كتب ومطبوعات لأشخاص عرفوا عن كثب بتأكدها شي من برأيكم سمو الأمير أكثر إثارة للجدل أنتم أم الوليد لا أتسأل الناش هذا صعب كيف تسألني أنا على موضوع بفترة معين سمو الأمير كثف الوليد من النشاط والاجتماعي والاقتصادي بلبنان بشكل حقيقة جعل المراقبين يعتبرون أنه عازم على لعب دور سياسي وهذه النشاطات يلي بترفع دايما حملة عالمية صاخبة ومكثفة ما هي إلى تمهيد إلى هذا العمل السياسي كيف تعلقون على هذا الموضوع هذا غير وارد أصلا لأنه القانون السعودي لا يسمح بهذا القانون السعودي لا يسمح بإزدواج الجنسية أنا سمعت عن موضوع الجنسية لا يسمح وأنا غريب أنا أتعجب عن هذا الأمر ثانيا أنا بذكر على واحد من أخواني أبناء عبد العزيز لما سألوا صحفي عن هذا الموضوع قالوا لا إحنا ملكيين ما يمكن أن يكون رئيس هجارة أو جمهورية بدكم ملك أنت ملكيين بدكم ملك مش تعدين نبعاد لكم واحد من العائلة يكون ملك عندكم فهذا الجواب الشافي أما رئيس هجارة هذا غير وخرت لكن هو حائز على جمسية لبنانية على عهد رئيس لياس الهريو أنا ما عرف هذا لأنه ممنوع حتى يقال أنه الاسم المدرج على هويته اللبناني هو وليد رضا الصلح أنا هذه ما سمعت في الجرائد كانت تلميحات لهذه لكن ليس عندي ما يثبت لأنه هذا ضد القانون الشعودي وأنا قلت لك قبل شوية نحن ماشي مع القانون والنظام الشعودي لا أستطيع أن نخالفه إذا هناك ثغرة في النظام أو في القانون نحاول أن نغيرها لأن أنا مثلا من دعاة اجدواد الجنسية أنا من دعاة إذا كان سعودي أو لبناني أو كذا وهذا موجود في الدول العربية على كل حال أو معظمها والدول الغربية بتقبل هذا لأنه لربما الإنسان في حاجة معيشية أن يضيف إلى جنسية جنسية أخرى ليه لا ليه كم منعه من لقمة العيش من إيجاد فرص العمل إذا ما وجد فرص عمل في بلده هل أمنعه أنه يأخذ جنسية ثانية ويحتفظ بجنسية اللي هي مكتشبة ولد فيها وحق لأن المواطن أنا والمواطن متساوين فأنا ما عايز دولة جنسية أن تكون كذا وكذا بس على شرط أن تتفق مع القانون السعودي القانون السعودي الآن يمنع من الملاحظة ومن الواضح أن الأمير طلال تغير فمن الثائر على الحكم أو المشاكس الوقت ما لو قات إلى الموالي للحكم والانتظامي لماذا هذا التغير؟ كيف هذا التغير؟ ممكن شرح لي أكثر؟ يعني سمون أمير بالماضي كنت ما كنت موالي للحكم الحقيقة كان في دائما ثورة وكان في انتقاد لكن اليوم نلاحظ أنكم من الداعين طبعا أو من المواليين يعني الحكم ومن المدافعين على النظام حاليا اليوم في تغيير موقفكم أنا اجتمعت هذا الكلام شكرا على هذا السؤال الوجيه اجتمعته من قبل وهذا حقيقة يمكن يمكن العيار زاد شوي العيار العيار زاد في المعارضة أو الموالات لكن الأهداف هي هي أنا لم أكن إطلاقا في حياتي معارض النظام أنا جوجب النظام كيف يعارض نفسي؟ كيف الواحد يعارض نفسه؟ لا ما ممكن الإنسان ربما ينظر إلى سلوكه اليومي ويراجع أعماله كشخص من هذا المنطلق يعدل مسيرته بناء على الأخطاء التي أتكبها هذا مهم جدا ولكن إطلاقا لم نكن معارضين لأننا نبدو أراءنا بصراحة وشفافية فلنجوا لهذا معارض يعني مثلا لما نجينا نحن في الستينات ودعونا ودعونا إن نظام أساسي الحكم ستينات الملك فهد حفظه الله أنججه في سنة 92 نفس النظام إذن الملك فهد معارض هذا هو ملك البلد دعونا لمجل شورى أو وطني أنشئ المجل سنة 92 فهذه كلها يعني لو كانت معارضة لا تتفق والنظام وتوجهاته ونياته التي يفترض ونرجو جميعا أن تكون صحيحة اللي هو إحنا أن تكون نياته حسنة لا يمكن أن يفترض فيه أن يكون معارضة لنفسه أي للنظام يعني ثابت هي نفسها لكن العيار تغير أيوة فقط سمو الأمير رح نتوقف لحظات مع الأعلان استراحة أصيرة نرجع من تابع لقاءنا وحوالنا الشيق من وراء الوجوه مع سمو الأمير طلال بن عبد العزيز أرسى أود خليكم معنا لما نجينا نحن في الستينات ودعونا ودعونا نظام أساسي الحكم ستينات الملك فهد حفظه الله أنججه ستسين وتسعين نفس النظام إذا الملك فهد معارض هو ملك البلد دعونا لمجل الشورى أو وطني أنشئ المجل ستسين وتسعين مثلا فهذه كلها يعني لو كانت معارضة لا تتفق والنظام وتوجهاته ونياته التي يفترض ونرجو جميعا تكون صحيحة اللي هو إحنا أن تكون نياته حسنة لا يمكن أن يفترض فيه أن يكون معارضة لنفسه أي للنظام ثابت هي نفسه لكن العيار تغير أيوة فقط سمو الأمير رح نتوقف اللحظات مع الأعلان استراحة قصيرة نرجع من تابع لقاءنا وحوالنا الشيق من وراء الوجوه مع سمو الأمير طلال بن عبد العزيز أرسعود خليكم معنا سمو الأمير بعد أحداث 11-9 لم يعود العالم كما كان عليه سابقا وقد بدلت نظرة الغرب تجاه العرب بشكل لافت وبشكل عام بما لا شك فيه أن الحكومات والمؤسسات الغير حكومية والفضائيات سعت إلى تلميع سورة العرب أمام الرأي العام الغربي لكن هذه المحاولات بدت هزيلة وضعيفة أمام الرأي العام الغربي وأمام الأعلام الغربية الجبار كيف تقيمون هذا الواقع لا شك أنه بعد 11-10 سبتمبر تغيرت الأمور في كل دقعة دقعة الأرض إلا نحن المدركة كعربي بالأسف لم ندرك أنا أمامي هنا وصاصة صحبية كاتب اللي كتبها صحبي سعودي اللي هو داود شريان في جريدة سعودية اللي هي الحياة قبل كم يوم يشير إلى مركز دراسات استراتيجية ومستقبلية في جامعة الكويت دراسة عميقة وقيمة للسيد فهان زانويان سألنا عنه يقول إنسان استراتيجي في وضعه مثل هذه الأمور يقول أنا الأوان لقرارات تاريخية في منطقة الخليج هذا نشر في جيهة الحياة السعودية من جامعة عربية للكويت فيحذر الحكام والشعوب أنه عليكم فورا أن تصلحوا من أموركم الداخلية سياسية واجتماعية وقانونية لقضائية وغيرها من الأمور التي يجب علينا فورا أن نصلح لأن الوقت يمر ويقول هنا بشكل يعني ويحذر من السياسة التقليدية التي لم تحل بين السابق في نزاعات المنطقة وأدت إلى تدخلات غير مرغوبة فيها وأصبحت نقطة ضعف للدول وخدمت مصالح منافسة منطقة الخليج ويعتبر أن الرضا الوهمي والاكتفاء بالحد الأدنى هما ألد أعداء المنطقة الرضا الوهمي من 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 الغرب لما يقول لك يكلمك مسؤول يقول لك لا يكيبك من هذا الإعلام لا نحن راضين عنك هذا غير صحيح لأنه لأنه ما يحدد في الغرب من هجوم على المنطقة أو بعض الدول في المنطقة لا شك أنها تحركها بعض فئات فاعلة في المجتمع المدني ولكن أيضا بتغذيها بعض أطراف الحكومات المعنية الغربية تغذي هذه الحملة لأغراني في نفسها لذلك يجب أن نعمل بموجب هذه الدراسات التي تتوضع من عرب أو يصدرها جهات عربية عندك مثلا هذا التقرير هذا التقرير في منتهى الأهمية تدر منذ أشهر وضعته الـ ورئيسة الـ ورئيسة عربية ووضعوا الصندوق العربي في الكويت رئيسه عربي وهو تقرير التنمية الإنسانية العربية ويقول لك أنت إذا لم تتحرك الآن وفي هذه المجالات المتعددة أنك ستبقى وتظل على حالتك 120 سنة على ذكر الحملة على المملكة العربية السعودية سمو الأمير من العناق إلى الفراق هكذا توصف اليوم العلاقة بين المملكة وبين الإدارة الأمريكية العلاقة تحولت من علاقة استراتيجية وتحالف تاريخي إلى خلاف في العمق وتباين في الخط كيف تنظرون إلى الحملة الأمريكية الحالية على المملكة ما هي أهدافها وبعض المحللين يرون أن هذه الحملة تهدف إلى تقسيم المملكة ما هو تعليقكم؟ هو طرح هو طرح هذا الأمر وقيل أنه خرج هذا التقرير من منظمة أبحاث تكلفها الحكومة الأمريكية بدراسة سياساتها الاستراتيجية الخارجية وقيل بالتقسيم وبعدين نفس المنظمة نفت أنها تبنت هذا التقرير وأتصور أيضا إلى ما يتخلني الذاكرة أن أحد المسؤولين قال هذا لا يؤمن عن وجهة نظر الحكومة الأمريكية أنا أستمع للتقسيم أنا شخصي لأنه ما في مصلحة لهم إيش هو المصلحة؟ هم يقولوا أنه أنتم طلع منكم خمسة عشر طيار ها؟ اللي هم ضربوا الأهدافهم في نيويورك وفي واشنطن وبنتيغون وطلع منكم باللادن إذن أنتم وهابيين مضطرفين فكل هذه الأموجة من عندكم فهذه مثلا من الأشياء التي قيلت غربيا في الصحافة ومن أجهزة حكومية أيضا فأنا أعتقد أن التقسيم غير وارد أنه لا يخدم مصلحة الغرب أصلا ولكن أنه سوف يعملون على بعض التغييرات هذا وارد وارد نعم وعلينا أن نحتاط إلى هذا الأمر السبيل الوحيد أمامنا للوقوف أمام هذا الهجوم هو أن نبدأ الإصلاح الداخلي سياسي اجتماعي اقتصادي قضائي قانوني إداري إداري كل هذا إصلاح هو إطار واحد ما تكدر هو إطار يعني مثل بذل الصورة ما يمكن تحط صورة في جزء من البرواج تترك الجود الثالي هو متكامل إنما لا نقول أنه يعمل في يوم وليلة ولكن نعلنه نضع برنامج ونقول أنه هذا توكرنا على الله وعلنا البرنامج في الإصلاح الداخلي لهذا السبب أنا أعتقد من الأمور الأساسية أنك تحاول الغرب ولكن لا تحاولهم إلا أن تكون مسلحا داخليا هذا السلاح الداخلي هو الإصلاح لكن العرب يعني مثلا المناهج المناهج نحن نطلب تغيير المناهج قبل 11 سبتمبر هذا مطلب شعبي لأن المناهج اللي عندنا متخلفة لكن سمو الأمير العرب منقصمين والقرار مشرذم وفي ظل هكذا ظروف يعني من شبه المستحيل محاورة إدارة الأمريكية لا نعم نعم بالأسف نحن نريد كان زمان نحاولهم جماعيا ولكن اتضح أن العرب إلى الآن منقسمين والعرب إلى الآن لا يجمعهم هدفا واحد إطلاقا كل واحد يغني على ليلا مع أنه يقال المصيبة بتجمع لكن هون حتى حتى المصيبة حتى المصيبة حتى المصائب لم تجمعنا مصائب فلسطين لجماعتنا مصائب مصائبكم أنتم في لبنان لم يحصل الحرب الأهلية عندكم مبوض الحقيقة أنا أشوف اللي ساعدكم الوحيد هو الملك فهد صح تبني الموضوع وجمع كل الفعاليات وطلب منهم كأخ كصديق كمحب لبنان وهذا العمي ليس لدينا هذا من ملك عبد العيد والرئيس شمعون أنا أقول لك بيق قوتين قبل ما أكمل لك ستاثين وخمسين أول زيارة يقوم بها الرئيس شمعون كالرئيس لبنان هي الملك عبد العزيز وقال له في المجلس العام يا أخ كميل أنتم في لبنان مشتقبلكم قوتكم في وحدتكم صور هذا راجعوا كتب التاريخ عندكم وتجدوا هذا الكلام موجود في وحدتكم بمعنى وحدتكم السني مع الشيعي الماروني وحدة المواطن السهار الوطني السهار الوطني الواحد الوطني هذه التصيحة سهارتين وخمسين صور فلهذا السبب من تحرك للبنان هو الملك فهد وشار مؤثمر الطيف الذي أوقف الحرب الذي أوقف الحرب مؤتمر طيف أوقف التقاتل هو الذي أوقف الحرب سنة تسعة وثمانين بذلك ما في تحرك جماعي عربي لأي أمر من الأمور التي كذا وهذه شرظمة ينبسط منها العداء بر مبسوطين منها نعود إلى الحوار سمو الأمير ما هي شروط هذا الحوار والله سؤالك صعب وجيه بس في منتهى الصعوبة أنا ما نفهم لي لما يشعر من رأساء الدول أو المعنيين في الحكومات العربية ما نطرح الأمور الشكلية والخلافات البسيطة أو الهامجية جانبا ونتكلع مع الأمور الاستراتيجية التي تنفع الشعوب إلى اليوم أنت لا تذهب لهذه البلدات إلا بكفيل أو متى يطلع استغفر الله ما نقول دينك ما نقول البعض يطلع إيش حتى تاخذ فيذا أنا أروح أوروبا الآن فيذا واحدة ألماني آري إنجليجي ساكسوني فرنساوي لاتيني الثاني مش عالف سلافي أجنات مختلفة ولغات ومع ذلك بفيذا وحدة ليه؟ لأنه عندهم الأم قوي أنت ما عندك أم أنت عندك بطش لو كان في أمر صحيح ما كنا عمنا أخاب من فلا ولا علان مضبوط هل هذا من لمص إليه هذه الأمور التي هي من البديهيات التي كان يجب أن نتخذ فيها قرار قديمة فالفرقة موجودة للأشخ بين الدول العربية هل بإمكان أوروبا أن تساعدنا وهل الوزن أو الثقر الأوروبي يستطيع مواجهة الإدارة الأمريكية نعم شوف أوروبا بتنمو وتكبر هذه الوحدة الآن من 15 دولة دولة متقدمة تصنع الصاروخ والدبابة وكل شيء صناعة محلية منافسة الأمريكا وتتجمع في 15 دولة والآن طبعا أضيف إليها عشر دول والحبل على الجرار يوم الأيام ستكون منافسة الأمريكا فيجب أن نوثق على قاتل أنتم في لبنان مين اللي عمل باريج الثنين مشوب نشاط الرئيس الحريري ومشاعدة الرئيس الشراك صح دولة أوروبية ولا لا فسالم النفوذ اللي جيه جمع هذه الفعاليات من رؤساء الدول ورؤساء وزارة عشان لبنان طبعا 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 ليش هذا أمر من الأمور التي تكون دليلا للعرب أنه أيضا نتوجه لأوروبا يريد سمو الأمير الحرب على الأبواب الرئيس الأمريكي جورج جاوليو بوش مصنع على المضي في هذه الحرب حتى النهاية هل هناك فرصة لتدارك هذه الحرب وتجنيب المنطقة كارفة شوف ترى الرئيس الأمريكي الآن وضع نفسه في موضع حرج قال أنه أسلحة الفتاكة الأسلحة اللي مش هل يسمونها إيه وكذا وكذا والرئيس صدام هذا اللي يجب أن يجول وكذا هو ليس قصدهم صدام أمريكا لها أهداف استراتيجية لا نعلمها هي استنتاجات هنا وهناك يقول لك بدها تخيم البترول وتتحكم فيه لأن البترول عندنا مضمون فعالية وغربية ودولية لأ 20 سنة يمكن يطلع بداية البكرة الله على مش هي ولكن مضمون 20 سنة في الصحف نشرت البارح أنه أمريكا بعد 10-15 سنة ستحتاج إلى إلى 22 مليون برميل في اليوم فهذه كلها أمريكا بتاع حسابها فهل يا ذراء الرئيس بوس وهو الآن عنده مشاكل داخلية كثيرة ومنها اقتصادية اقتصادية الرئيس الأمريكي بإستمرار يريد أن يفتعل أمرا من الأمور حتى تزداد شعبيته في الداخل يخطط هو وحجبه لانتخابات القادمة اللي بيبعث سنتين وشوية كل رئيس الأمريكي طيب إيش أمامه اليوم إلا الحرب يعني مصيبته إذا هو تراجع إذن الجو العام أنه هناك حرب المعلقين يقولوا هناك حرب التحركات الأساطير والجيوس والفضلت بيه حكاية بريطانيا وكذا كلها وتراجع فرانسا نسبيا مثلا يقول لك حامل الطائرات شارلي جول سوف تتحرك للخليج روسيا الهجاتها تغيرت هذو كلهم لما يروح للأمم المتحدة بكرة لن يرفع أحد صوتهم من الدول دائمة العضوية الفيتو ضد أمريكا لأنه هناك مصالح أهم من العراق بينهم ليش بيقولوا لا ونحن ضد الحرب هذه مناورات بيعملوها أو عشان يكتسبوا يشاركوا في الكيكة أمر الأول الأمر الثاني عشان يكون لهم دور في هذا العالم ما يكون مئة في المئة الأمريكا فهذه الشياسة بتلعب دورها في العالم إنما الجو جو حرب وأنه الظاهر والله أعلم أنها سوى تضرب العراق وتغيير النظام ويأتي بنظام آخر مواليا له ليس فقط في العراق عم نحكي اليوم عن ذيول الحرب عم نحكي عن نتائج الحرب وعن تغيير من الأنظمة العربية هذا صحيح خلبي رأيك لحن نشهد وأنا أشرت إلى هذا تلميحا أنه بعد حرب العراق سوف ينظرون إلى تلك الدول الأخرى التي تتعارب مصالحها بشكل أو آخر مع سياسة أمريكا يعني مثلا حين بعض الدول العربية تقول لك لا ضرب العراق من أم الأراضي الحقتي مش كده ولا لا دول أخرى موافقة طب أمريكا هتوازن الأكثرية بتقول نعم للضربة والأقلية تقول لك لا طب مش هتحسبك أنت في الأقلية وذو مش هتحسبوك يوم من الأيام أنت إش عندك عشان توقف كنت أمريكا قل لي سيبك من الغوغائية سيبك من الذين يرفعون صوتهم دون علما أو إدراكا لتفاعلات هذه اللا نعم يقول لك أنا براعي رأي المواطنين لا باش المواطنين تسكتهم بالإصلاح لما تصلح داخليا حيكون المواطن راضي عليك وحيافق على أي قرار تتخذك ولكن لا إصلاح داخلي وتقول الأمريكا أذر بي هنا مصيبة فأنت بدك توازن هذه المواطن أنا هذا رأي الشخص والشهادي المواطن لما يشوف فيه من هذا الحاكم إصلاح وفيه في أي بلد عربي فهذا حالة يديك الجريل لايت تنتابع لما تشاء سمو الأمير لحظات مع العلان مرة تانية نرجع من تابع اللقاء أصدقاء المشاهدين بعدكم من الرياض حلقة وراء الوجوه الليلي للمرة الأولى مع سمو الأمير طار بن عبد العزيز من تابع حديثنا وحوارنا بعد الوقفة خليكم معنا نعود لمتابعة حوارنا ولقائنا مع صاحب السمو الملكي الأمير طار بن عبد العزيز للسعود سمو الأمير لماذا من غير المسموح أن يشارك الشعب العربي في صنع القرار هذا دليل على التخلف دليل على التخلف يعني مثلا أحد الكتاب الكتاب المعروفين منذ فترة كتم مقال في الشيخ الأوسط ويقول الحريات وشراك المواطن في اتخاذ القرار في مصلح الحاكم وشرح عدم إدراك أهمية مشاركة المواطن في اتخاذ القرار هذا أنا ضرور أنه تخلّم الحاكم تخلّم الحاكم لأن الحاكم يجب أن ينظر إلى أبعد ما هو مدود فيه اليوم ويخطط للمشتقبل المشتقبل هو للديمقراطية أو للشوارية ما بيسمّه ما الشوارية هي عندك مثل ايران عندهم شيء من ديمقراطية بيوت محمد خاتمي هذا الضجل المصلح مصلح عمل شورة ولكنه مجلس ديمقراطي عنده أحزاب ما عليه ما هو عنده مشاكل مع المحافظين مشاكل الآخرين مين اللي ما شكل قوة الآن في ايران هم المحافظين من آية الله صح الجيش والأمن والحرس الوطني والمحاكم كلها الفعاليات الأساسية بيدهم ما يقدر يعمل شيء بيعمل بطريقة يعني لربما تكون بطيئة ولكن في حساباته كحاكم الايران وانتخب من أكثر من يمكن 70% من شعب الايراني فيريد أن لا يشطدم مع هذه الفعاليات اللي هي أقوى منه يريد أن يجد له منافذ لكن لا باك خطوة جيدة لأنه ينظر إلى البعيد ايش قال هو قال ضمن الثوابت المذهبية الإسلامية الشيعية ما هو عندهم شيعة هم هذا شغلهم الشيعية حقته ضمنها ما قال هو خرج عنها ضمن هذا الموضوع فلذلك الحكم أمانة أما أن تؤدي الأمانة ولا تقول السلام عليكم وتقول ابتبيتك الحكم أمانة أما تقول أنا والله أخشي هذا المخاطر واحد يقتلني بكرة واحد معنا بشي مدام عندك هذه المحاذير إبه أنت لا تستطيع أن تحمل الأمانة لماذا لسنا كلنا شعب المقاومة أنا دعوت في إحدى المقابلات القديمة أن العرب فيهم خالل الماء فلماذا لا نكلف علماء الاجتماع والأجناس والمتخصصين أن يبحثوا هذه الأمور أنت عم تحكي عن العرب عم تحكي عن الشعب العربي أم عن الحكام العرب لأنت سألتني لماذا لم لماذا نحن كشعب لسنا مقاومين أنا دعوت بتكلم عن الشعب عن الشعب أنا أقول هناك خلل فينا حكاما وشعوبا فلذلك لماذا لا نختار هؤلاء العلماء يقوموا بدراستنا ويخبرونا ما هي العملية أنا قلت مرة ومرة قلت لأسف لا يوجد رجال رجال على مجتوى الأحداث في العالم العرب عملنا إيه وطننا حين العرب رجال دولة رجال قرار رجال قرار سمو الأمير اختارت الأمم المتحدة موضوع المياه لسنة 2003 ومثل ما جرات العادة يتم بالتالي تعيين سفراء ومبعوثين لخدمة القضايا المتعلقة بهذا الموضوع وقد جرى في شهر الماضي في العاصمة الفرنسية تعيينكم المبعوث الخاص الأول للمياه لدى اليونسكو مبروك كيف تنظرون إلى هذا المنصب طال أمرك هذا الكلام من سنة ونص أو سنتين وهم يراجعون فيه أنه 2003 سيكون هناك ممثل خاصا للمياه دولية فأنا كنت أتردد وأسألهم ليه الأسباب المهم اقتنعت والنلاباس فراحل أنا قلت إيه لي؟ شخص تطوري أنا بالذات أولا اليونسكو كلفتها منظمة المتحدة في نيويورك أن تتولى هذه الأمر لأنه أرادوا أن أجمع الثقافة والعلوم مع العنصر الأساسي في هذه الحياة اللي هو الماء والماء النقي للشرب خاصة قلت لي قالوا أولا أنت في البرنامج هنا مولت برامج المياه بثلاثين مليون دولار يبقى أنت اهتميت بالمياه قبلنا ثانيا أطبح لك ما خلالنا دولية من خلال يونسكو قبلا والآن من خلال البرنامج فإذا فنقتنعت الآن البرامج التي توضع بيننا وبين أن يونسكو هي الزيارات التي سأقوم بها لرؤساء الدول أو رؤساء الوزرات أو تلك الندوات أو المؤتمرات التي سوف تُعقد مثلا في مؤتمر في اليابان في مؤتمر في بلجيكا هذا اللي الآن فهمتها أنا أحضرها وأتكلم في هذا الموضوع حسب البرنامج الموضوع بيننا وبين منظمة الأمم التحديد أعتقد أنها مهمة صعبة صعبة جدا ولكن علينا أن نبدل كل يهودنا كم يختصوا هذا الأمر الحقيقة الصعوبة المهمة هي في أن قضية المياه هي أكثر من قضية هي مسألة نزاع نزاع بلغ ذرته بالمنطقة بشكل أوسط عم بحكيهون طبعا والنزاعه بين أطراف عديدة سمو الأمير ألا تعتقدون أن رسالتكم هذه سوف تتعدى الشقة الإنمائي وتحمل طابعا سياسيا فليكن هو فيه كيف تدني بدون سياسة ما ممكن أنت حتى تعامل بيتك وأهل بيتك وأولادك وتأخذهم بمرونة سياسية هي سياسة موجودة في كل مجالات حياتنا صاحب السمو نتوقف للمرة الأخيرة مع الإعلان أبل أن يختم لقاءنا وحديثه بهم أصدقائي المشاهدين الفقرة الأخيرة من برنامجنا بعد لحظات خليكم معنا القسم الرابع والأخير من لقاءنا وحوارنا مع سمو الأمير طلال بن عبدالعزيز للسعود عبر برنامج وراء الوجوه من شاشة المستقبل الأرضية والفضائية سمو الأمير ملاحظوا بمكتبكم صور القديمة مزين جدران المكتب صور من الطفولة المراهقة الشباب صور للأشقاء صور للوالد الملك عبدالعزيز إلى أي درجة ما زال الماضي عايش بنفس الأمير طلال والله يشوف لم تمشي في الممر إلى مكتبي تجد على يمينك وشمالك أو يمكن شفتها أنت عم بحكي عنهم عن هذه كلها أخواني الميتين منهم والعايشين لأن هذه نبتة عبدالعزيز نبتة ذلك الرجل العظيم الموحد المحدث لهذه البلاد إيش كانت السعودية معنى مرات صغيرة هنا وهناك وقبائل الله ليه وريك شرسة وكل إمبراطور كل قبيل إمبراطور ونهب وسلب وقتل وكذا فأشتغل على هذه العملية إلى أن قامت هذه الدولة فهذا نبت عبدالعزيز لكن إلى أي درجة يعني أنا أشوفهم خير وبركة أمامي لما أشوف ثورهم أنا ما أشوفهم لما أمر حقيقة لما أمر كل مرة أمر بسطرهم لأنهم نبتة مباركة هم من ذلك أضعج المباركة طبعا لكن إلى أي درجة عندك حنين الماضي الله أكبر لما أغضب لما أزعل أرجع الماضي صاحب السمو شيء مش معقول أفرح عن بصد كأنه فيلم قدامي إذا تذكروا كان فيه الوفاق الوئاب الاجتماعات الحب المتبعد الصادق الصغير لما يأتي الكبير أبو سده في أحلى منها أنا أجي وأشوف أخواني الكبار أمسكده أبوثه هذه العائلة هذه هي المتانة الموثيق بين العائلة هذه يجب أن نحافظ عليها وهذه أساسية لما تروح عوائل نجد عوائل الحجاز عوائل عسير عوائل المملكة تجدهم عندهم هذا محافظين عليك معنا إحنا لا يعني إحنا نوقع فأفرح وأنشرح لما أشوف هذه الأمور الصحب السمو الصورة العلقة في أثاني الناس أنه أبناء الملوك والأمراء يعيشون في ترف ورفاهي كبير هل شي صحيح؟ الترف كل إنسان في المجتمع عنده مادة أو مركز اجتماعي فيكون هو مطرفا أكثر من اللي بعده لكن في بعض الأحيان يتحول الترف إلى بذخ هذا الذي نقول لا له نرفضه إذا كان هناك تبذير وبذرة نقول له لا وقفت حتى لماذا المجل العائلة موجود؟ لماذا هذه الأمور سمو الأمير حكينا عن الأبناء حكينا شيئا عن الأحفاد كيف كجد؟ يأتوني مرتين بالأسبوع الأثنين والجمعة الغداء كلهم كل أحفاد يأتوني عندي مع الغداء ويقضوني لكل يومهم وليلتهم عندي في البيت الجمعة والأثنين ألا أخليهم سمو الأمير من هو الإبن المفضل؟ الحين عندي الصغير هذا الدرويش يسميه الصداب حسين الصغير اللي هو يسموه مجفور يعني هذا هو مفضل لأنه صغير بس بيزعله خالي لا بالعكس بيحبوه مفتوطين منه من هو الصديق الأحب صداقها بالمعنى العلمي أو الواقعي ما فيه لا ما فيه من هو العدو اللدود أنا ما أظن عندي أعداء لأنه أنا عمري ما أديت إنشان ولم أتمار في حياتي على جهة ما ليش يكون أعداء سمو الأمير ماذا تحبون أن يقول عنكم الناس أو ما هي الصورة التي تتمنون أن تنطبع في أذهن الناس عن سمو الأمير طلال والله أخي هذا سغر صعب يعني ما أقول أنه على الأقل يقوله هذا كافي شره عننا وعن غيرنا كفاية فقط يا هذا كفاية من الحال اللي احنا عايشي بياه سمو الأمير إنسان والإنسان بيحب وبالحب ما في ألقاب يعني بالحب أنتم فقط طلال مش الأمير طلال نعم بدون أقنعة حدثنا عن الحب يعني الشعراء ذابوا في الحب أم كلثوم فيروز بياف شارلز نفور غنوا الحب الكتاب تغنوا أيضا في الحب هو ليس هناك إنسان لم يحب الحب طبيعة الإنسان يحب لكن أولئك اللي ينكرون هذا الوضع هم الناس الجبناء اللي خايفين من المجتمع أو يقول كذا ما أقول أحد ما يحب في حياته هذا العكس أجمل شيء الواحد يعتريه في حياته أن يصاتف يوم الأيام أنه وقع في الحب هل حب انكسار أم انتصار انتصار على شو على كل شيء بطال في هذه الحياة ولكنه مساعد ومساعد أيما وليس مساعد أيسر لكل شيء جميل في هذه الحياة لأنك عندما تحب تنظر للحياة نظرة جميلة وشفافة ليس نظرة ظلمية مجرأ أنك تحب سمو الأمير حكينا بالبداية بالمقدمة عن صراحتك كم مرة يحب الإنسان كم؟ مرة لا 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 سبك من يقول لك الحب هو الهب الأول هذا غير صحيح أمد ما الفرق بين الزواج والحب؟ إيش أنت بديك توصلني إلى إلى مصيبة مع وطاة الداخلية عندي لا هي العملية يقول لك شهر العسل وشهر البصل وأنا مش فاهم ليش تجابوني حكاية شهر العسل هذا هو المفروض أن تكون حياتك الزوجية شهر عسل بإجتمرار بمعنى أنه كان أيام الخطبة في حب وحب جالف لكن بعد زواجها فإلفة وعدات يحل محل الحب والحب بقاياتكم موجودة لكن أشعالها تنطفئ مع الزواج يقولوا يقولوا كذا أنا لا أصدق هذا أنا لا أصدق هل السموك عاشق دائم؟ ياريت ياريت السمو الأمير طلال عبد العزيز طبعا أنا بتشكركم على إصدافتكم لأنه وعلى اللقاء الخاصة يتمنى فيه بتحبوا تعالوا على المقابلة؟ في أي تعليق على الحوار لأزريني الليلة؟ والله أنا أريد أن أبعث برسالة كعادتي إلى كل مواطن عربي أنه عليك أن تناضل في سبيل الحق ولكن نضالك يجب أن يكون سلمي وبالي تهي أحسن أن توصل صوتك إلى صاحب القرار بأي وسيلة سلمية فضائيات الموجودة الحالية مثلا صحف الإعلام على المختلف كذا كتب تبعث الحاكم بأي وسيلة سلمية عليك أن توصل هذه في حقوقك المجتحقة والواجبة لأن هناك على المواطن حقوق وواجبات طيب أنت أعطي حقوقه وبعد أن أطلب عن مواجباته لكن تعطينا واجباتك وبعد الحقوق ما ينفع فتوصل صوتك بحقوقك الشرعية والمشروعة لصاحب القرار هذه هي رسالتي صعب السمو بحب أختم بجملة اخترتها من مقال كتب تمو وصدر في 15 أكتوبر من عام 61 في جريدة القصيم السعودية تقولون فيها من السهل التمييز بين الأفكار والأراء المفيدة البناءة والأفكار والأراء المغرضة الهدامة إذا نحن تركنا جانبا عواطفنا الشخصية وحكمنا فقط ضميرنا ووجداننا على أمل أن يكون الشعب في ضمائر ووجدان الحكام العرب بتشكرك سمو الأمير مرة تانية وطبعا مشكر المشاهدين يلي شاركونا ليلي بها الحلقة ويلي تابعونا طبعا بشكل فريق العمل ليساهم بإنجاز هذه الحلقة وعلى أمل تبقى المملكة هي دار كل العرب نقلكم تصبحوا على خير وبتقى ما يكون هذا الحوار يلي من خلاله افتتحنا البنامج الجديد وراء الوجوه استمتعتوا من خلاله اشتركوا في القناة